تعزيزات أمنية كبيرة أرسلتها السلطات الأسترالية منذ صباح الثلاثة إلى مركز احتجاز المهاجرين في جزيرة كريستماس بهدف إعادة فرض النظام فيه عقب موجة الاحتجاجات التي اندلعت الأحد بعد العثور على جثة أحد النزلاء كان قد هرب من المركز وزير الهجرة الأسترالي يصف الحادث الذي أدى إلى إصابة خمسة نزلاء بالجريمة هناك أشخاص مجرمون يشغلون مركز احتجاز المهاجرين في جزيرة كريستماس والأشخاص الذين يعتقدون بأنهم فوق القانون مخطئون يقول بيتر دونت التحقيقة بشأن الحادث لا تزال مستمرة ونحن بصدد دراسة كافة الأدلة أود تأكيد أن المهاجرين في المركز يعاملون بشكل جيد للإشارة السلطات الأسترالية تنقل طالبي لجوء إلى جزيرة كريستماس النائية وجزر أخرى مجهزة بمراكز إيواء كما تعتبر الرحلات التي يقوم بها طالبي لجوء إلى أستراليا خطرة وتسيطر عليها عصابات إجرامية فيما يتهم اللاجئون أستراليا بمعارضة الهجرة بدوافع عنصرية